نروح بقى الماتش النهاردة يمكن محمد تتكلم على كابتن طلعت يوسف كابتن طلعت يوسف المدير الفني لمودرن سبورت مسك من يوم 13.05 13 مايو كانت الأمور قبل كده يعني ما فيهاش استقرار شوية في النتائج والكابتن طلعت مسك فرقة مودرن سبورت من 13.05 كابتن طلعت من المدربين المخضرمين من المدربين الكويسين جداً اللي بيعرفوا يديروا المباراة سواء قبل المباراة أثناء المباراة وحتى بعد المباراة بيحضر كويس قوي لماتش اللي بعده أولاً هو عنده نظام في الملعب يعني هو والكابتن حلمي طولان وتقاربين شوية من أسلوب بعض فكابتن طلعت مسك الفرقة عشر مباريات تسعة في الدوري ومباراة في الكاس كسب من التسعة في الدوري ستة طبعاً كسب ماتش الكاس كسب ست مباراة اتعادل مبارتين وهزم مرة واحدة أمام الإسماعيل فأنت بتلاعب النهاردة فرقة منظمة فرقة قوية احتكاك جامد وتحدي جديد قوي ماتش من السهل زي نقول لحضراتكم إحنا دايماً كجماهير يعني بنقلق بعد مكسب كبير أو مكسب مع فريق كبير أو مكسب بطولة كابتن طلعت يوزف عنده خطط خاصة عنده أداء تكتيكي عالي قدام الفرقة الكبيرة مدرب ليه تاريخ طبعاً في الدوري الممتاز واسلوبه مع الفرقة الكبيرة قد يختلف يعني حد هيقول لي طب هو لعب فرق في التسعة ماتشد دي كان فرقة تيرة آه لعب فرق مستوى عالي لعب فرق مستوى متوسط ولعب فرق في مستوى أقل شوية هو تعادل مع نادي الزمالك واحد واحد ولعب على فكرة ودي مش طبيعة كابتن طلعت يوزف لعب مع الزمالك مبارا مفتوحة من البداية للنهاية وقدر يتعادل واحد واحد هو بيلعب حسب اسلوب اللعب اللي قدامه وبيقرى الفرقة اللي قدامه كويس قوي وعنده مرونة تكتيكية وبياخد اللعيبة اللي هي تقدر تنفز له خططه وتقدر تغير له طريقة اللعب في الماتش نفسه فقدامنا مدير فني مخضرم مدير فني كوف فريق تقيل مباراة صعبة مباراة صعبة مباراة من العيار التقيل احنا داخلين بقى معلش الفترة اللي فاتت لحد قبل ماتش الأهرام أو بيراميدز دي فترة يعني هنقول انها كانت صعبة بس مستوى الفرق كان أقل من اللي جاي فنيا أقل من اللي جاي اللي جاي كله صعب جدا 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 النادي الأهلي بقى نتكلم على النادي الأهلي النادي الأهلي جاهز للماتش أكيد جاهز للماتش احنا بنشوف كل ماتش اتنين بيطلعوا اتنين بيدخلوا إصابات غيابات هي القايمة كل مباراة أحيانا بتتغير بس القايمة دايما في حدود اللعيبة الجاهزة حسب رؤية المدير الفني حسب رؤية المدير الفني الماتش اللي قبل اللي فات شفنا عودة عمر السلية آخر الماتشين ثلاثة وبعدين لقينا عمر السلية اتصاب وبعد الماتش اللي فات شفنا عمر كمال عبد الواحد هو في الفندق جالوا نازلة معوية بعد عن المباراة امبارح شفنا أحمد عبدالقادر اتصاب في الميران لسه لحد الوقت يا عمر كمال يعني ما شاركش فيه التدريبات الجماعية ولكن ان شاء الله بعد المباراة دية هيشارك فيه التدريبات الجماعية ويرجع مرة تانية إنما اللي موجودين يسدوا اللي موجودين يسدوا هنتكلم في حاجات بسيطة جدا كلنا كلنا معلش اتكلمنا عن إصابة علي معلول وإن علي معلول في المكان ده ملوش بديل والأهل حيعاني علشان إصابة علي معلول في الفترة اللي فات ولكن دخل كريم فؤاد وأول مباراة ما كانش عادلته المباراة اللي بعدها شهدت تحسن شوية المباراة اللي فاتت كريم أدى مباراة ولا أروع فأي حد بيلبس فانيلة النادي الأهلي بيأدي مهما كانت الغيابات مهما كانت الغيابات روح النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي إحنا كلنا عندنا ثقة في الجهاز الفني وفيه اللعيب عشان كده دايما لما بيقولوا إيه إن المباراة اللي جاية مش عارف من الساركولر حيعمل إيه عشان الدوافع دوافع إيه دوافع إيه دوافع إيه أنا لعيف في النادي الأهلي إنت بتلعب في النادي الأهلي في النادي الأهلي وعندك حافز كبير جدا 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 إنك تحافز على اللقب بتاعك على بطولة الدوري على لقبك وإنت الأقرب وإنت اللي بتقدي وإنت الأفضل وإنتم أحسن مجموعة لعيبة في الدوري المصري حوافز إيه ودوافع إيه الحوافز والدوافع أكبر حافز وأكبر دافع إنك بتلعب في النادي الأهلي ده أكبر حافز وأكبر دافع وعندك جماهير يعني يتحرك الصخر فالنادي الأهلي ما بيقفش على حد والنادي الأهلي لو واحد غاب وربنا يرجعه بالسلامة لا فيه في اللي يسد كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي الدوافع موجودة الحوافز موجودة كل مباراة حتى المباراة والدية دي لعبة النادي الأهلي زي ما اتكلمنا على جماهير النادي الأهلي لا دي لعبة النادي الأهلي واللي احنا بنشوفه من لعبة النادي الأهلي ده في الفترة دي يعني يترجم اللي أنا بقول لحضراته ماتش النهاردة إن شاء الله حيشهد عودة بيرسي تاو مرة أخرى ومحمود كهربا لقايمة الفريق الجماعة اللي كانوا بيتكلموا الفترة اللي فاتت برضه والإشعاعات اللي كانت بتنزل كل يوم والتاني بغرض تشتيت بغرض إنك تحس إن فيه رابكة جوه سوف الفريق إن فيه حاجة في قط الليبس أهو النهاردة بيرسي تاو موجود بعد رجوعهم للإصابة ومحمود كهربا موجود في القيمة والكل جاهز وزي ما بنقول الكل جاهز حسب رؤية مين المدير الفني سواء مستر كولر أو غيره دي رؤية فنية للمدير الفني حسب كل مباراة وإحنا دينا بنشوف كل مباراة أحيانا بيبقى مختلفين شوية مع مستر كولر ولكن بيبقى وجهة نظره لأنه هو الأقرب وهو اللي أضرب لعبته وهو المدير الفني وهو المدير الفني كل واحد بينتقد براحته كل واحد بحضت رجلي على رجله بننتقد كل أنا بننتقد ولكن هو الأضرب بحالة لعبته هو الأضرب بزروف فريقه وزروف فريق التاني وهو المدير الفني ففي الآخر كل حاجة بنسيبها للمدير الفني ولينا في الآخر النتيجة بجانب الأداء طبعا ولكن لينا في الآخر النتيجة والراجل ناجح مع النادي الأهلي من ساعة ما بدأ حتى وقتنا هذا